التحالف الدولي بقيادة واشنطن يمتثر لقرار الحكومة العراقية بمنع تسيير أي طائرة في أجوائها دون إذن من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إعلان التحالف بقيادة واشنطن أتى بعد إصدار عبد المهدي مجموعة من القرارات الأمنية أبرزها إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في أجواء البلاد إن كانت عراقية أم غير عراقية وذلك بعد الانفجار الذي استهدف مخزن سلاح القوات العراقية جنوب بغداد لكن القرار العراقي جاء على عكس ما اعتادت الحكومة التأكيد عليه بأن طيران التحالف يتحرك في الأجواء العراقية بإذن منها وبالتنسيق معها فالأجواء العراقية فتحت أمام الطائرات الأمريكية منذ غزو 2003 مرورا بالتعاون المشترك للقضاء على داعش التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لعب أيضا دورا كبيرا في معركة العراق لطرد داعش من أراضيها والإعلان عن هزيمة التنظيم عند نهاية العام 2017 لكن تصريحات عبد المهدي الأخيرة غيرت المعادلة حتى أنه هدد بأن أي طيران لن يلتزم بتوجهة الحكومة سيعتبر طيرانا معاديا ترجمة نانسي قنقر